أول جزء بيتكلم عن الطاقة الحرارية ودي صورة من صور الطاقة مثلاً إحنا بنستخدم المدفقة مثلاً عشان ندف في الهواء اللي موجود في غرفة مثلاً بنستخدم الفرن علشان يسخن الطعام اللي موجود جواه حرارة الشمس بتدفينا الحرارة بتسمى دايماً الطاقة الحرارية يعني الطاقة الحرارية هي الأساس في إنك تحس بالحرارة طيب يبقى دا كان الجزء الأول من النص الجزء الثاني بيتكلم عن المادة فبيقولي إن كل المواد بتتكون من إيه؟ بتتكون من جسيمات متناهية الصغر ولهذه الجسيمات طاقة يعني أما قلنا من شوية تخيل إن انت جسيم جوا كوب من الشاي فالجسيم دا صغير قوي وعنده طاقة الطاقة الضوئية أو الطاقة الحرارية بتجعلها تتحرك وتهتز وتدور دا اللي موجود في النص بتاعنا هذه الطاقة تجعلها تتحرك وتهتز وتدور فلما الجسيمات اللي موجودة في أي مادة تتعرض لحرارة أو تتعرض لطاقة ضوء دا بيخليها تتحرك أو تتهز في مكانها أو تلف اللي هي تلاقيها بتدور كده حواليه نفسها وبكده دايماً حركة الجسيمات بتتأثر بإنها تتعرض لطاقة حرارية بتخليها سرعتها تزيد زي إنها مثلاً تلمس سطح ساخن دا بيخليها إن هي تتحرك بشكل أسرع تعالوا كده لما نشوف اللي إحنا بنقوله دا ممكن يكون إزاي موجودة على نموذج الجسيمات لو لاحظنا مع بعض ورجعنا للنموذج دا فاكرين النموذج دا إحنا كنا مسلنا بيه الجسيمات اللي موجودة في أي مادة حسب حالة المادة وكنا بنقول لو كانت الجسيمات في حالة حركة قدرت تتحرك يبقى دي ممكن تكون حالة سائلة ولو كانت في بينها مسافات واسعة جداً وتقدر تتحرك بحرية فدي بتكون الحالة الغازية خد بالك بقى من الجسيمات دلوقتي أنا بعمل فيها إيه؟ أنا بحركها بحرية وبسهولة يعني الجسيمات دي عشان تتحرك كده بالشكل اللي إنتوا شايفينه طبقاً لللي إحنا شفنا دلوقتي في النص يبقى لازم تكون اكتسب الطاقة الطاقة دي هتكون جاية منين؟ الطاقة دي هتكون دايماً بتيجي لو الجسيمات دي اتعرضت لإيه؟ اتعرضت لحرارة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الآن